تجمعها محاربة القيم واغتيال الإنسانية اغتيال ثورتنا اغتيال لإنسانيتنا اغتيال الإنسانية اليوم كان لقائل هذه الكلمات عمر دوكم الشهيد الذي ندبته تعز بأكملها إثر رصاصات أطلقها عليه مجهولون قبل ثلاثة أيام أدت إلى رحيله وقبله رحيل رفيقه التربوي رفيق الأكحل اغتيال دوكم خطيب جامع العساء بتعز المعروف باعتداله وخطابه المدني يدق أجراس الخطر من تصدير مسلسل اغتيال الخطباء الذي يحدث في عدن منذ أكثر من عامه هذه قائمة تنشر أسماء ضحايا هذا المسلسل الذي يتم في عدن على مرأة ومسمع من أجهزة الأمن وقوات التحالف القائمة التي نشرها موقع الأهل نت بدأت بالشيخ عمر الجيلاني وانتهت باختطاف الشيخ نضال باحويرث قبل أيام مرورا بالشيخ العدني وراوي وحليس واليونسي وغيرهم من خطباء مساجد عدن اغتيال دوكم يدلل على أن المخرجة بدأ بتوسيع نطاق الجريمة من عدن إلى تعز مستهدفا الخطاب المعتدل ليحل محله الخطاب المتطرف والخاضع في مهمة يرها البعض تمهيدا لاستلاب وعي المجتمع والقضاء على الأصوات الحرة التي يحتمل أن تعارض أي مشروع استبداد محتمل أن في الإنسان برنامج وفطرة يشتقل الحرية يشتقل العدالة يشتقل الكرامة كان خطاب دوكم تحرريا ثوريا يدعو للحرية والكرامة وهذا ربما يفسر استهدافه أولا لكن السؤال هل سيكتفي القتلة بدوكم أم أنه أول حلقة في مسلسلهم الدموي عدم ظهور قيادات المحافظة في قضية هزت المدينة كلها أثار استياء الشارع الشعبي في تعز بل قال البعض إن الصمت مؤشر تواطئ خصوصا مع احتمالية أن يكون القاتل ضرطباتات إقليمية وإرهابية النائب البرلماني شوق القاضي قال إن منطق العدالة والقانون يستدعي توجيه التهمة إلى جميع المشتبه بهم أي كانوا سيما خصومه المشهورين في مقدمتهم أبو العباس والنائب البرلماني عبدالله أحمد العديني باعتبار خصومتهما وتحريطهما سابقا على الفقيد والسؤال هل ستتحرك السلطة المحلية في تعز أم ستدع شكوك التواطئ تتجه نحوها بشكل أكبر اغتيال عمر دوكم شكل صدمة كبيرة للمواطنين من جميع التوجهات الدينية والسياسية ما تدوكم لكن كلماته ستبقى وهجا في أذهان محبيه واليمنين جميعا فقد قال يوما الحرية قبل الشريعة المواطن قبل الوطن الإنسان أولا وأخيرا ينهش من لحمي لأدعو له صلى عليك الله يا ناهي